السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد عايز أكلمكم النهاردة عن معلقة من مطبخك ما تستغنيش عنها أبداً أبداً لزيادة إنتاج البيض عندك علشان يبقى عندك كمية البيض الجميلة دي وعشان فراخك تبيت باستمرار لازم تهتمي بيها وعلى قد ما تهتمي بالفراخ بتاعتك على قد ما هتديكي الموضوع مش محتاج إن أنا أجيب حاجات غالية ولا أكلف وأشتري حاجات بفلوس يعني مش لازم أبداً إن أنا أجيب حاجات غالية لأ ممكن بحاجات بسيطة خالص من عندي من البيت أقدر أعمل للفراخ بتاعتي مشروب ما شاء الله يزود صحة الفرخ المعلقة اللي أنا بحكي لك عنها النهاردة دي هتخلي صحت الفرخ بتاعك اللي بتبيض جميلة جداً بيبان عليها حتى من شكل الريش بتاعها من شكل العين بتاع الفرخ كبد الفرخة بتحافظ عليه بتزبط الجهاز الهضم جداً جداً بتحسنه جداً بتحمي القلب كمان من المشاكل اللي ممكن تحصل ساعات تلاقي الفرخة فرفارت كده وماتت لوحدها حفظي على قلب الفرخ بتاعتك بالحاجة البسيطة اللي أنا أقولك عليها دي بتزود نشاط وطاقة وحيوية الفرخ كمان فيها عدد كبير من المعادل والفيتامينات المهمة اللي ليها دورك مهم جداً جداً في جسم الطائر كمان بتهضي على الدهون فبالتالي الفرخة بتاعتك مش هيبقى عندها دهون اللي هي بتمنع الفرخة من إنها تبيض أصلاً المعلقة اللي هقولك عليها دي كمان مليانة بوريتينات وكربوهيدرات وبتزود الطائر بطاقة حيوية بشكل غير عادي كمان مهمة قوي 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 في إنها بتدي راحة وهدوء نفسي للفرخ دي ما انتوا عافين الفرخ عندها حالة لاسعة كده وهيشة وعلى طول بتبقى دماغها تربة لكن لو انت مغزية الفرخة كويس وشبعينة ووكلة كويس ما شاء الله هتلاقيها صحتة كويسة جداً المعلقة البسيطة قوي اللي أنا أكلمك عنها النواردة فيها فيها السيلينيوم وده من أساس أساس الحاجات اللي الفرخ بتحتاجة علشان تبيض وفيها برضو حديد وانتوا عارفين إن الفرخ لما بيكون بتغير ريش محتاجة حديد سيما حبيبي اللي لم تابعيني عارفيني الكلام ده كويس فعلى اليومين دول الفرخ بتاعتي فيه فرختين تلاتة كده بدأوا ينطفوا ريش ويغيروا ريش خالص فعلى طول لازم أستخدم المعلقة دي فيها كمان ماغنيسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم والزينك والفيتامينات دي من الحاجات الأساسية علشان خاطر إنتاج البيض وفيتامين بيه وفيتامين بيه واحد وبه اتنين وبه تلاتة كل الفيتامينات دي حاجات مهمة جداً وفيها أحماض وفيها فيتامين بيه خمسة ما شاء له فيتامين بيه ستة بجد يعني حاجة كده تعتبر كوكتيل من الفيتامينات والمعادن والحاجات الأساسية اللي بتحتاجها الفراخ بتاعتين بس كل حاجة ان زادت عن حدها بتتقلب للظهر لو زودنا من استخدام المكون اللي انا بقولك علي ده بتحصل مشاكل كتيرة جدا للفراخ بتحصل لهم اسهلات ممكن انا ما بحبش الحاجات دي تقتر منها لكن بنعملها بشكل منتظم وبشكل سليم بطريقة بسيطة كله بتبيض جوعيها ولكن ايه وتعطشيها لان تعطيشي الفراخ من اهم اسباب ضعف انتاج البيض واحيانا نقص انتاج البيض في حاجات كتيرة بسيطة خالص مش اكل وشرب ولكن بتسبب ان الفراخ بتقطع بيض فيه برضو معلومة عايزة اقولكو عليها الناس اللي بتقوللي ان الفراخ اللي اديك لازم يكون فيه ديك مع الفراخ عشان تبيض بسو اديك ده بالنسبة للفراخ بيمثل مصدر الامان هو ببقى الحارس او البوديجارد اللي بيحافز عليهم لو بتاخدي بالك فيه انواع ديوك ما شاء الله بتبقى ايه الرجولة مقطع نفسها معاها قوي تلاقيه ما يشربش يعني ما يخليش هاي فرخة الشبن لما هو يضوء الماء القوي ما يخليش ايه فرخة تكل لما هو يضوء القوي اللي حسن تكونوا حطين حاجة يا جدعين خاف على الحالين بتوع بيحافز عليهم بيروح يدنرهم عش يبيضوا علي بيحافز على البيض بتاعهم منظم يعني عارفة بتحسيه كده عامل زي العسكري وفي ديك تاني غبي قاعد يضرف الفراخ وخلاص ده قلته احسن اتباحي ورمي عاملين زي الرجالة سبحان الله في ديك تاني حنين جدا تلاقيه يعني محاجي ومحافز على فراخ وكده لو انا جيت بقى اديك اللي هما بالنسبة لهم مصدر امان دبحته فهتبص تلاقي ان الفراخ بتاعتك قلت في انتاج البيض ليه؟ لانها حصت بنوع من الخوف لو انت مهتمة بها او بتأكلها كويس هتقل في انتاج البيض اما لو انت مهملة فيها ممكن تبطل بيت خاص تقطع لها بيدي جي اسبوع ولا تنين او يمكن شهري كمان ايه السبب؟ الخوف الفراخ لما بتخاف بتقطع بيت وبرضو لو الفراخ مش بتعودها مثلا على انه يدخل عليها اي حاجة ترعبها حتى لو معها ديك ممكن تقطع بيت دي حاجات اسباب بسيطة قوي بس بتخلي الفراخ عندك تخاف وتخض وتقطع بيت يعني بتبقي عاملة كل حاجة وبتحطي كل حاجة مثلا الفراخ مش متعودة على اطفال صغيرين فدخل طفل صغير عفوا دخل طفل صغير مثلا منزل ضرب في الفراخ فالفراخ هاجت وخافت ده ممكن يخلي الفراخ تقعد لها يومين ثلاثة او اسبوعين ثلاثة من غير مضبيط نفس الحكاية لو كلب او اي حاجة مزعجة قوي بتخوف الفراخ الحاجات دي الحاجات دي بتخلي الفراخ تقطع بيت فموضوع الناس اللي بتقول انه قدما دبحت الديك البيض قال ايوا ده بيحصل بس شوية بترجع تبيت تاني لو انت مزبطة الدنيا البيض مالوش علاقة بالديك بس يحصل وارد جدا انه العدد البيض يقل شوي ولكن انها تقطع خالص فترات طويلة او سنة او ستة شهور الكلام ده لأ هما ممكن يعني على بال ما ينسوه وعمل ما يتعودوا على عدم موجوده ويفضل لما تكون هتشيل الديك تكون عندك ديك تاني بديل او لو انت عشان عايزها من غير صوت خالص فانت من البداية ما تربيش معهم ديك فاشت متعودش عليه ويطلعهم هما كده من غير ديك ولكن وجود ديك في الفراغ حلو بيحمسهم بالبيض وبيشجعهم بيحميهم من اي حاجة خطر ممكن تيجع عليهم كويس مش وحش يعني نرجع بقى لموضوع المعلاقة بتاعتنا اللي هي عبارة عن بديل للسيلينيوم يعني مثلا الناس اللي ما عندهاش بيطاري اللي مش عارفة تشتري السيلينيوم للفراغ بتاعت عشان زيادة انتاج البيض هتجيبي المعلاقة دي المعلاقة دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ معلاقة الخميرة ممكن تستخدميها غلط وممكن تستخدميها صح بصبولي بقى عشان هقولك الطريقة الصحيحة لاستخدام الخميرة اللي هي ممكن تخلي الجيب نعجي نتيجة كويسة لانه ممكن تستخدمي الخميرة وتجيب نتيجة عكسية افضل نوع من انواع الخميرة هي الخميرة الفورية طبعا سهلة وحلوة وما تبهدلش معك ولا تبهدل طيور بس كل انواع الخميرة كويسة يعني جميع انواع الخميرة هتمشي مش هنقول لا فجميع انواع الخميرة مقبولة ولكن الافضل الخميرة الفورية الاسهل والاسرع والانضف والاحلى فيه طريقتين اما ان انا ارشها على الاكل وفي الطريقة دي انا برشها ثلاثة ايام متواصلة على الاكل او ان انا احطها على المياه ويفضل لما احطها على المية احط معيها عسل اصمر وزبادي علشان اضمن صحة ومتكاملة للفراغ بتاعتي اضمن يعني بجد حديد وكلسم وفيتامينات وكل المعادل اللي ممكن تتخيليها حقيقي لو انت انتظمت عليها فراغك مش هتقطع بده بالذات لما اقولك على بقية الحاجات اللي اقولك عليها دلوقت اديت خميرة 3 ايام بالشكل اللي قلتلك عليه سواء على الاكل او على المية لازم بعديها ادي 3 ايام كلسم للفراغ ما عنديكش كلسم حطي معلقة سمسم على رشيه على الاكل رشي كده معلقة سمسم على الاكل 3 ايام مرة بعد الكتاكيد او للفراغ بتاعتك اللي هي بتبدي لان الخميرة بتمنع انتصاص الكلسم من الجسم وبتقلل من نسبة الكلسم يعني انت عشان كده بقولك ممكن تستخدمي الخميرة بطريقة غلط فتضري الفراغ بتاعتك ادي طريق سببين زيادة الخميرة في جسم الفرخ يعني لو انا استخدمت الخميرة باستمرار بقى ما هيحلوة بقى بتخليه بيض كل يوم حطي خميرة ده غلط جدا جدا وهتلاقي الفرخ اتضمرت معاك فمهم جدا ان انا احطها بمقدار صحيح وجرعة مزبوطة 3 ايام خميرة وبعدها 3 ايام كلسم كده انت هتعلي نسبة الكلسم جدا عند الفرخ والانتاج البيض وعنقود البيض هيبقى زي الفل صحة ونشاط وحيوية وفيتامينات وكل العناصر اللي احتاجها الفرخ بتاعتك كل ده بمعلاقة بسيطة من مطبخك والكلسم احسن نوع كلسم تجي بيه تجي بيه كلسمات بشري كابسولة على 2 لتر مية لمدة 3 ايام من كل اسبوع بعد الخميرة على طول اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتنسوا اشتركوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا